جديد لمرضى التهاب المفاصل ليجنبهم الإصابة به بخطوات بسيطة تفاصيل أكثر حول هذه الدراسة في تقرير الزميل عبير عبدالله التهاب المفاصل في الركبتين هو مرض يمكن الوقاية منه هذا ما أشارت إليه دراسة حديثة أجرها باحثون في جامعة هارفرد الأمريكية الباحثون قالوا إن هذا المرض أصبح يصيب كثيرا من الناس بسبب انتشار البدانة وتغيير نمط الحياة خاصة في النظام الغذائي وأنواع الأحذية المنتشرة في الأسواق ففي بريطانيا مثلا يؤثر مرض هشاشة العظام على ثمانية مليون وثمانمائة ألف شخص تزيد أعمارهم عن خمسين وأربعين سنة وبحسب أطباء فإنه يمكن تجنب الإصابة بالتهاب المفاصل بخطوات بسيطة وهي أولا ممارسة الرياضة بانتظام سواء لتقوية العضلات أو الحفاظ على اللياقة البدنية ثانيا إذا كانت مفاصلك تؤلمك امنحها بعض الراحة قبل ممارسة التمارين الرياضية ثالثا يجب الحفاظ على الوزن الصحي أو فقدان الوزن في حال الوزن زائدا رابعا تجنب الحركات التي تؤثر في المفاصل مثل الركوع المفرط أو الالتواء أو رفع الأوزان الثقيلة خامسا حافظ على انتظام مستويات السكر في الدم إذ أظهرت أبحاث أن مرض السكري يعد عاملا خطيرا في الإصابة بإلتهاب المفاصل